وكما عودناكم ننتقل الآن إلى أبرز ما تعاملت معه المدرية العامة للدفاع المدني من حوادث وإصابات وحالات مرضية ليوم أمس تعاملت مع 93 حادث نتج عنهم 72 إصابة بينما تم التعامل مع 474 حالة مرضية مختلفة ننتقل الآن إلى مواقع التواصل الاجتماعي ونبدأ هذه الفقرة من عالم كرة القدم حيث تأهلت الجزائر أمس إلى مونديال كأس العالم الذي سيقام في البرازيل عام 2014 بعد فوزها بهدف وحيد على منتخب بوركينا فاسو الهدف أحرزه اللاعب الجزائري مجيد بقرة الذين لتمجيدا من قبل مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي لأنه قاد بلاده إلى المونديال للمرة الثانية على التوالي والرابعة في تاريخهم عبد الرحمن الفيلكاوي قال مهنئا الجزائر بهذا الإنجاز إن كان التأهل لكأس العالم يعتبر شيء خارق وجنوني فأنا أتمنى عمل تمثال لللاعب منتخب الجزائر مجيد بقرة الذي قاد بلاده للمونديال أضن المعلق الرياضي العربي فارس عوض أعرب عن فرحته لتأهل الجزائر إلى المونديال حيث قال في تغريدة له مبروك للعرب ممثلهم الوحيد في المونديال الجزائر مبروك لكل الشعب الجزائري مبروك للأبطال هاردلك لبقية المنتخبات العربية موسيقى موسيقى